أهلنا من قبائل سينة ليهم دور مهم جدا في التنمية تنمية بتوجه إليهم وهم كمان شركاء وبيصنعوا هذه التنمية تعالوا مع حضراتكم نتابع هذا الحوار من سلسلة الحوارات اللي أجريناها في صباح الخير يا مصر مع شيخ إبراهيم عليان وهو من مشايخ قبيلة السواركة برحب بيكو بالتأكيد اللي يقرأ أو يسمع عن شمال سينة حيعرف كويس جدا معنا اسم قبيلة السواركة قبيلة السواركة لها امتدادات جغرافية بتصل إلى الحدود وبتمتد عبر مدينة الشيخ زويد والعريش ولها امتدادات أيضا في العمق السيناوي قبيلة مهمة جدا لها تاريخ عظيم ولها بطولات مشرفة من أبنائها شاركت في عدد كبير جدا من المعارك مع الدولة المصرية مش هتكلم عن حرب اكتوبر يمكن ليهم أسماء كتير وليهم تكريمات كمان من الجيش هتكلم أيضا عن معركة الحرب على الإرهاب وأيضا معركة التنمية والبناء بصحبتنا الشيخ إبراهيم أبو عليان من مشايخ قبيلة السواركة بنرحب به أهلا بك فندم نورة في صباح الخير مصر أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وطبتم وطبا ممشاكم وأهلا وسوى كل عام وأنتم بخير ومصر كلها والعرب جميعا بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء العيد الثاني والأربعون لتحريرها وبهذه المناسبة أقول كل سنة وأنتم طيبين جميعا مصر قيادة وجيشا ومؤسسات وشعبا طيب قبل ما تكلم عن معركة الحرب على الإرهاب أو كل المعارك يمكن يعني بيسمعت في سيناء عن قبائل كتير الطرابين السواركة عدد كبير من القبائل إيه قبائلت للسواركة؟ تمتد فين؟ من هم أبرز أبطل؟ عرفنا كده عن طبيعة هذه القبيلة قبيلة السواركة من أكثر القبائل امتدادا وأكثرها كثافة حيث أنها تأتي من الحدود الشرقية مع الأراضي المحتلة إلى بئر العبد في أقصى الغرب في منطقة الرفح، منطقة الشيخ زويد، منطقة العريش، منطقة بئر العبد هذه امتداد قبيلة السواركة وهذه المنطقة لها حساسيتها ولها أهميتها سواء على المستوى الجغرافي أو على باقي المستوى بالنسبة للأمن القوم فهم يتعلق بالأمن القوم دعني أعرج ما قبل الإرهاب أولا في أثناء الاحتلال الإسرائيلي حينما برضو نفس السيناريو أعيد في الإرهاب حينما نادت القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية نادت والسواركة وجميع القبائل معها كانت في طليعة من لب النداء ولذلك السواركة منها 40 واحد 40 مجاهدا من 70 ممن أسسوا منظمة سيناء العربية التي أرقت مضاجع الإسرائيليين في حرب الاستنزاف من بعد 67 إلى 73 وشاركوا أبناء قبيلة السواركة في الدوائر المعلوماتية أيضا في ذلك الوقت ثم بعد ذلك بعد 82 التعمير والتنمية وما إلى ذلك إلى أن جاء الإرهاب الأسود فوقف شباب قبيلة السواركة كالأسود في وجه هذا الإرهاب وفي البداية دخلوا داخل الدوائر المعلوماتية أنهم في مناطق فيها بؤر إرهابية يمسكون الهواتف ويتصلون بالقادة المخابرات وأجلس الدولة المعنية الأمن الدولة وغيرها والجيش يخبرون ويعرفون أن هذه منطقة وهذا إرهابي وهذا جاء من الخارج وهذا دخل وهذا قاموا بدور فعال نحو نشر نحو توصيل الرسائل المعلوماتية إلى القادة لاستهداف الإرهاب هذا في البداية وأيضا في البداية ركبوا الدبابات مع القوات المسلحة جنبا إلى جنب وكتفا بكتف مع القوات المسلحة إلى أن تم تحليل الأرض طبعا أنا عايزة دخل في معركة الحرب على الإرهاب تحديدا بالتأكيد في ناس استشهدوا من عندكم في معركة الحرب على الإرهاب لو تلق الدؤ على هذا الأمر أول من استشهد من مشايخنا وتم استهدافه من قبل الإرهاب كانوا مجموعة من المشايخ الشيخ خلف المنيع وقبله الشيخ نيف أبو قبار وهؤلاء مشايخ من كبار مشايخ قبيلة السواركة تم استهدافهم لإبعاد قبيلة السواركة عن المعركة لأنهم يعلموا تماما عشان يزرعوا الخوف لأنهم يعلموا تماما لا ما حصلش العلاقة بيننا وبين الجيش وبين المؤسسات الدولة علاقة مقدسة وترتقي إلى أعلى من مستوى القداسة بحكم تاريخنا وبحكم تجربتنا وبحكم ولا أنا للوطن ولهذه الأرض هذه من ضمن المسلمات ولذلك حينما تم استهداف المشايخ وكان الهدف من ذلك رأب الصدع بين الجيش والمخابرات تحديدا وبين أبناء القبائل ولذلك مفصل الرؤوس عن الأجساد وكانت هذه رسالة للكل اللي يتعامل مع القوات المسلحة أو يتعاون مع القوات المسلحة ومؤسسات الدولة سوف يقطع رأسه فلم يثنين هذا الأمر عن الحفاظ على العلاقة والعمل ضد الإرهاب وقمنا وشبابنا كثير من شبابنا حينما أتحدث عن قبيلة السواركة أن من 15 إلى 20 شيخ من قيادات السواركة قد تم استهدافهم مقاتلهم الإرهاب حينما أتحدث عن عشرات بل يصل إلى أكثر من المئات من أبناء شبابنا شباب قبيلة السواركة تم استهدافهم من قبل الإرهاب ومع ذلك حتى في المعركة الأخيرة حينما بعد 2021 قامت القوات المسلحة بفتح مجال الشباب بأن يركبوا العربات والسلاح ويحاربوا الإرهاب جنب إلى جنب شبابنا امتطل صهوة الجواد العربات العسكرية وحاربوا الإرهاب وسقطوا في هذه المنطقة من شبابنا في أقصى الجنوب إلى رفح المنطقة التي تحدث عنها الآن فوق الثمانين شهيدا من قبائل الرملات والطرابين والسواركة وكل القبائل ليس السواركة فحسب شاركوا في معركة الإرهاب كان لهم الشرف في المشاركة والذوذي عن حرمتي وكرامتي هذا الوطن ولكن داخل منظومة القوات المسلحة والمخابرات وما إلى ذلك حريك لما تمشي على الطريق السحلي النهاردة وبتشوف الدنيا بقت مفتوحة بعدما كتك كمين مأفلة الدنيا وبتشوف الحركة عادية والمحلات تفتحت كلمي عن انطبعاتك انطبعات قبلت السواركة عملت ازاي؟ بعدما الحياة دبت مرة أخرى في شمال سيناء والناس بدأت ترجع علشان تلاقي فرص عمل هنا في أرضها أولا بعد جيوش التحريري بدت تتحرك جيوش التعمير فما ننعم به الآن؟ الفضل لله أولا ثم لقواتنا المسلحة ولأبناء القبائل الذين شاركوا في هذه المعركة ومؤسسات الدولة ولكني أقول أن اليوم سيناء مستقرة آمنة مطمئنة بالرغم أن حجم المؤامرة كان أكبر مما يتصوره البعض وراه أجهزة استخبارات وراه رؤية كانت تعد لمنطقة الشرق الأوسط كانت رؤية كبيرة جدا ولكن هم حاولوا أن يضربوا بسكين مسموم في خاسرة الوطن ولكنهم فشلوا وأفشلوا بفضل التعاون وفضل القوات المسلحة والمخابرات لأنك تعلم أن عندنا أجهزة مخابرات طب كلمنا عن مراكة التعمير والبناء بالتأكيد في عدد كبير من أبناء قبلتكم شارك في المشروعات اللي قامت بها الدولة مؤخرا في شمال سيناء سواء مشروعات زراعية بالتأكيد عندكم ناس كتير بتزرع مشروعات صناعية من الحريش كلمني مين أبرز الناس اللي اشتغلت عندكم لا دعني أتحدث عن الزراعة الزراعة اليوم نستطيع أن نقول أن هناك زراعة أمتدت المساحة الزراعية بعد عودة المنطقة اللي نحن فيها الآن عادت متى؟ عادت منذ 18 شهر أو 20 شهر فالإرهاب قضى على كل شيء في الفترة الماضية لأنه من 8 سنوات قضى على كل شيء فبالتالي التعمير يحتاج إلى مراحل نحن في البدايات ولكن أعلم جيدا اليوم اليوم إحنا الشيخ زويد ورفح فيها خمس محطات تحلية خمس محطات تحلية معنى إيه خمس محطات تحلية؟ الواحدة بقوة 250 متر في الـ 24 ساعة وهذا الوحدة ممكن تكفي الثنتين بكفي الشيخ زويد بالكامل لكن الدولة حريصة على التنمية حريصة على الإعمار حريصة على إيجاد مقومات الحياة وحريصة أيضا على إيجاد مقومات ربط المواطن بالأرض لأن الأرض هي تمثل البعد القومي وبعد الأمن القومي بالنسبة للدولة المصرية خاصة نحن في منطقة ذات حساسية خاصة حينما نتحدث عن التنمية نتحدث عن عشرات بل مئات من الطرق على أحدث النظم العالمية هناك كثير من أمور هناك زراعة الآن هناك التجمعات هناك مدن مدن زي مدينة رفح عشرات بل مئات من العمارات السكرية موجودة الآن نتطرر كما ترى الآن هناك بيوت بدوية أساسا تم عمل حساسية تتم افتتاحها مئات من البيوت تتم افتتاحها غدا واليوم وأمس تم افتتاح بعض المشاريع الكبرى وهذه نقلة نوعية ومتقدمة إن شاء الله نسأل الله أن يتمم بخير ويبقى سيناء ومصر مستقرة وآمنة بالتأكيد الدولة المصرية عرفت كويس جدا حجم الضرر اللي لحق بأبناء شمال سيناء بأبناء القبائل اللي كانت في شمال سيناء وقردت الدولة المصرية إن هي تعويدهم والتعويض ده ظهر على مدار الأيام اللي فاتت ميزانية كانت بترسط 60 مليار النهاردة 600 مليار 10 أضعاف بنتكلم في مشروعات بتساهم في القضاعة البطالة 3.2 مليون مواطن مستدفين هم يرجعوا عدد كبير جدا من الأشياء اللي بتحصل هنا بالفعل في شمال سيناء بعد ما دبت الحياة مرة أخرى وعادت الحياة إلى رونقها في هذه المحافظة الجميلة شكرا جزيلا لشيخ إبراهيم أبو عليام مشايخ قبلت السواركة شرفنا ونورنا وتكلم معانا عن كل هذه المحافظة شكرا لك فانت